نظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي الثامن عشر بعنوان تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربية ينقش المؤتمر أربعة محاول رئيسة هي ريادة الأعمال وتطوير برامج تعليم الكبار في الوطن العربية ومستقبل مؤسسات تعليم الكبار في الوطن العربي والتنمية المستدامة للكبار في الوطن العربية وريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة للكبار نهاردة بنطرح القضية بشكل أكثر عملية وأكثر تشاركية مع بعضنا البعض نحن بنؤمن أن محو الأمية أو تعليم الكبار ليس محو الأمية فقط تعليم الكبار هي عملية مستمرة من التعلم ومن تعزيز الثقافة ومن تحسين الوعي الزائف ومن اتجاهات صحيحة للمجتمع ومن الرقمانة بناخد منظور تنموي للتعامل مع قضية تعليم الكبار بنركز على الفئة العمرية من 15 إلى 35 وهو السن اللي لسه موجود فيه شباب اللي بيعزز كل مكان أكثر تعليماً حي أصبح وعياً أكثر تفاهماً للآخر أقل تطرفاً في الفكر فالنهاردة بنتكلم على قضايا مرتبطة أيضاً بالأمية زي قضايا العمال، عمالة الأطفال، الزواج المبكر، الزيادة السكانية نحن النهاردة بنتكلم على مفهوم أوسع لتعليم الكبار بنتكلم على محو الأمية الهجائية، بنتكلم على محو الأمية الحضارية بنتكلم على محو الأمية الرقمية ويمكن التوجهات الجديدة اللي بتنشدها مصر الآن في مجال محو الأمية وتعليم الكبار كان نتاجها أن مصر تفوز بجائزة اليونسكو العالمية في مجال محو الأمية لعام 2021 هذا الموضوع بيأتي مواكباً للجمهورية الجديدة إزاي نحن نطور من مفهومنا عن تعليم الكبار تعليم الكبار ليس هو محو أمية فقط وإنما تعليم الكبار هو مهارات حياتية وتقنية وتكنولوجية بنقدر نحن فعلاً بنسهم كتربويين وباحثين في مجال تعليم الكبار في مصر والوطن العربي إزاي فعلاً نحن نقدر نعمل نوع من أنواع التشبيك والتكامل بين المؤسسات كافة علشان في الآخر نقول إن نحن بنستثمر في البشر